المترجم للقناة ألم بكم في نشرة أخبار الرأي معكم في أحمد العنزي والبداية دوماً بأبرز العنوين تبين أن هناك تبارب أيضاً في الأقوال التحقيق بالحيازات قائم والطريجي مدعو للإفادة على أرضية الاختلافات حدث تعود للانتخابات لقد أسفرت جهود قيادة دورة الكويت ودورة قطر والأمين العام للأمم المتحدة عن عودة وفدي الحكومة اليمنية إلى الاجتماعات المشتركة دفعة أممية لمشاورات اليمن وأشادة بدور المضيف حريق التربية متعمد وتقرير الإطفاء بعهدة الوزارة قبيل رمضان التجارة تخفض أسعار ألا في السلع نسأل نشرتنا من مكتب لجنة حماية الأموال العامة التي لاحظت خلال اجتماعها اليوم كلجنة تحقيق وجود تضارب في الأقوال بين مسؤول الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ولجنة تخصيص الحيازات الزراعية حيال حصول أحد المواطنين على حيازات بالمخلفة للقانون على حد قول رئيسها النائب عبدالله تريجي والذي تحدث عن معلومات وبيانات تفيد بحصول هذا المواطن على قسائم بعقود وشركات مزورة ومن خلال الطلاع على المستندات والوثائق نجد أن هناك ما يثير التسائل وما يثير بعض الشبهات في الحصول على بعض هذه القسائم الزراعية وارتأت اللجنة أيضاً تكليف رئيس هيئة الزراعة بتزويد اللجنة يوم الأثنين المقبل بعدد من المستندات وعدد من الوثائق لفحصها لأن هناك تبين أن هناك تضارب أيضاً في الأقوال في شق إخباري منفصل قامت لجنة محاكمة الوزراء بمخاطبة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لاستدعاء رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب عبدالله تريجي لسماع أقواله حول البلاغ المقدم من أحد المحامين ضد وزير المالية والعضو المنتدب لهيئة الاستثمار بدر السعد وذلك يوم الأثنين المقبل في قصر العدل بعد مقاطعتها للانتخابات الماضية أعلنت الحركة الدستورية حدث في بيان لها اليوم إعادة النظر في موقف مقاطعة الانتخابات وقالت الحركة أنها توصلت لإعادة النظر في موقف المقاطعة والمشاركة من جديد في العملية الانتخابية وهو الأمر الذي انتهى إليه قرار الحركة في مؤتمرها الأخير وأكدت حدث في بيانها الالتزام بالمطالب والمواقف الإسلامية والدستورية والوطنية والإصلاحية وفتح مسارات للخروج من حالة الجمود السياسي والتنموي والمشاركة بإيجابية لتصحيح المسار وتصد البناء والحكيم للتحديات الأمنية والاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية والعمل لمشروع إصلاح توافقي محاوره دعم الدموقراطية ودولة المؤسسات وتأكيد سيادة القانون بدوره أعلن نائب الأمين العام ورئيس المكتب السياسي في الحركة الدستورية محمد الدلال أن الحركة تعتز بموقف المقاطعة بما في ذلك التوقيع على بيان سابق صادر من كتلة الأغلبية بمقاطعة الانتخابات وقال الدلال في تصريح للرأي أن الحركة أجرت مشاورات واتصالات عدة مع أطراف المعارضة وهناك من هو معترض ويرى الاستمرار في المقاطعة وله مبرراته الوجهة وهناك من هو متفق مع المشاركة مبدي أن تقدير الحركة لتلك الأراء وفي ردود الفعل الحكومي على قرار المشاركة وصف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله في تصريح للرأي إعلان بعض المقاطعين رغبتهم بخوض الانتخابات بأنه شيء إيجابي وأمر فضيل يتمثل بعودة الشخص إلى صوابه يسلك طريق المشاركة على حد تعبيره وفي شأن القضاء أجلت الدائرة الجزائية السابعة في محكمة الاستناف برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي النظر في قضية الخلية الإرهابية والمتهم بها 26 شخصا إلى جلسة الأول من يونيو المقبل لاستكمال المرافعة واستمعت المحكمة اليوم لاستكمال المرافعة التي قدمها فريق الدفاع عن المتهمين في هذه القضية كما عرض محامي الخلية مقاطع فيديو للنواب السابقين مسلم البراك وجمعان الحربش ووليد الطبطباهي يدعون خلالها الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله داخل مجلس الأمة عرب نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله عن تفاؤله بتوصل اليمنيين إلى اتفاق شامل ينهي الصراع فيما قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ود الشيخ أحمد أن ممثل المتمردين في لجنة التهدئة والتواصل العسكرية تراجعوا عن انسحابهم من لجنة التنسيق والتهدئة العسكرية دون شروط وأضاف ود الشيخ أن الأمم المتحدة لم ولن تخذل اليمنين في تحقيق السلام لقد أسفرت جهود قيادة دولة الكويت ودولة قطر والأمين العام للأمم المتحدة عن عودة وفدي الحكومة اليمنية إلى الاجتماعات المشتركة وانعقدت يوم الاثنين جلسة مشتركة بين الوفدين جدد فيها رؤساء الوفود التزامهم الراسخ بالاستمرار في المشاورات لحين التوصل لاتفاق سياسي يرضي جميع الأطراف وقد جريت سلسلة من اللقاءات الثنائية مع الوفود على مدار اليومين الماضيين تطرقت بشكل خاص إلى تفاصيل وآليات الانسحاب وتسليم السلاح واستئناف الحوار السياسي واستعادة مؤسسات الدولة في موسكو عقد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لاروف وأجرت المباحثات على هامش الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا الذي يعقد عماله بالعاصمة الروسية وأشاد الجانب الروسي بتطور العلاقات الثنائية وخاصة بعد الزيارة الرسمية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد لروسيا العام الماضي التقرير الفني المتعلق بحريق مخازن وزارة التربية الذي اندلع في الثالث عشر من ماير الجاري يفيد بأن الحريق متعمد وبفعل فاعل وفق ما أعلنت الدار العام للإطفاء والتي أوضحت أيضا أن هذا التقرير قد سلم لوزارة التربية بعد إتمام إجراءات المعاينة الفنية وجمع الأدلة والمعلومات اللازمة من المتخصصين بمراقبة تحقيق حوادث الحريق وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف المدير العام للإطفاء بالإنابة لواء خالد المكراد أولا على أي شيء استند التقرير في التأكيد على أن الحريق كان بفعل فعل أكيد بالتأكيد الحريق بعد ما يطلع يؤمن من مراقبة التحقيق الحوادث ثم المدير العام بالإدارة العام للإطفاء لا بد أن يكون مستند إلى أسباب منطقية وأسباب مقنعة لدى إدارة التحقيق بالإدارة العام للإطفاء طبعا الحريق هذا جميع الأدلة التي جمعت من خلال المحققين للإطفاء خلصت إلى أن هذا الحريق متعمد عدة أسباب أكثر من 6 أو 7 أسباب جمعت بهذا التغرير أبرزها أنه عدم وجود وصدر حراري في مكان الحادث انتشار الحريق من بدايته بصورة كبيرة وجود أول فرقة إطفاء وصلت في خلال ثلاث دقاء كان الحريق انتشار كبير إضافة إلى المواد المشتعلة وطبيعتها أنه مستحيل تولع وتشتعل من غير تصليف أو سبب أو مادة سريعة الاشتعال تؤدي إلى هذا الحريق فأدت أسباب رئيسية وجوهرية خلصت إليها إدارة التحقيق طيب الآن هل انتهت مهمة الأطفاء بتسليم التقرير للتربية أم أن هناك تحقيقات مستمرة أيضا؟ بالمناسبة ترى العام كان هناك 227 طلب من القضاء والجهات التحقيق وإدارات حكومية اللي معرفة أسباب الحريق خلصنا إلى أكثر من 37 حريق متعمل فهذه مرة الأولى اللي الإدارة العامة فتزود الجهات القضائية أو التحقيق أو الجهات الحكومية بهذه التقرير وبالتأكيد نعم دور الإدارة العامة للأطفاء ينتهي في تسليم هذا التقرير الفني ولكن إذا طلبنا للتحقيق أو طلبنا إلى الجهات القضائية ضباط الأطفاء يذهبون إلى هذه الجهات القضائية ويفندون الأسباب التي أدت لكتابة هذا التقرير نعم المدير العام للأطفاء بالإنابة اللواء خالد المكراد شكرا جزيلا لك في تصريح للرأي الإلكترونية أكد الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك في وزارة التجارة عيد الرشيدي أن الوزارة ستكثف جولاتها التفتيشية خلال شهر رمضان مبينا أنه تم اعتماد تخفيض أسعار 8.015 سلعة استعدادات وزارة التجارة والصناعة لشهر رمضان طبعا تدري نكثف من جولاتنا ونكثف من عملنا وتكثيف من الدوامات عندنا حتى فترة الدوامات لا تكون من قطعة طبعا رقابة الأسعار بشكل مكثف خصوصا في رمضان 8.015 سلعة تم موافقة على أجراءات تخفيض أسعارها وتنزيلاتها تسهيلا للمستهلك لتخفيف العب عليه في رمضان نحن صدنا 1440 سلعة مشهورة لا عليها تاريخ صراحية ومقلدة مؤسسة البترول الكويتي حددت أربع فئات لمكافأة العاملين أثناء فترة إضراب النفط وذلك تقديرا لجهودهم فيما تراوحت المكافأات بين 1500 دينار و250 بشرط أن يكونوا من العاملين على عقود مباشرة وليسوا من شاغل الوظائف القيادية وأكدت رسالة حصلت الرأي على نسخة منها أن مكافأة الفئة الأولى بلغت 1500 دينار في حين بلغت مكافأة الفئة الثانية 1000 دينار والثالثة 500 دينار والرابعة بلغت 250 دينار وهي للعاملين في القطاع النفطي الذين كانوا على رأس عملهم أثناء فترة الإضراب مدير فرع بلدية محافظة الجهراء محمد العرادي أعلن عن قيام فرع بلدية الجهراء بقطع التيار الكهربائي عن 45 منزلا لإضافتهم بعض الأدوار المخالفة وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء وقال العرادي أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الحملات التفتيشية لتحديد أماكن المنازل التي بها أدوار إضافية مخالفة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله لمهنة أكد اتخاذ كافة الاستعدادات المرورية المواكبة لشهر رمضان المبارك بما يضمن انسيابية الحركة المرورية في أماكن العبادة وفي المجمعات التجارية جاء ذلك في كلمة لمهنة خلال حفل تكريم الجهات الداعمة والإعلامية لأسبوع المرور الخليجي المحد الذي أقيم في مارس الماضي طابع شهر رمضان مختلف عن باقي الشهور وانتقال فترات الكثافة العالية للمركبات من الفترة النهارية إلى الفترة المسائية استخدام الكتف الأيسر بحكم أنه قلنا أنه في تقيير في مواعيد الكثافة غيرناها أو سينزل فيها إشارة بالنسبة للموضوع ستكون من الساعة الثامنة صباحا بدل من الساعة السادسة إلى الساعة 12 بالليل بدل ما كانت الساعة 10 خطة الإفاد للعام الدراسي 2016-2017 والتي تم إقرارها مؤخرا تشتمل على 82 تخصصا في 12 دولة حول العالم وفق ما أكده مدير إدارة البعثات في الوزارة محمد المعتوق والذي أوضح أن دول الإفاد هي أمريكا وكندا والمملكة المتحدة وإرلندا وستراليا ونيوزلندا ومالطا وفرنسا وإيطاليا والبحرين والإمارات والأردن وزارة التربية خاطبت ديوان الخدمة المدنية للنظر في ترقياته ومناصب قطاع الخدمات الاجتماعية والنفسية بالوزارة وتعديل كادرهم الوظيفي كسائر أعضاء الهيئة التعليمية على حد تعبير وزير التربية وزير التعليم العالي بدر العيسى في تصريح له على هامش حضوره حفل يوم الباحث الذي أقامه قطاع التنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية برعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم نحن طبعا دائما نقف معهم وفيما يتعلق في كادرهم الوظيفي نحن بعتنا مذكرة لديوان الخدمة للنظر في ترقياتهم وفي مناصبهم الإشرافية مثلهم مثل الهيئة التعليمية وإن شاء الله نجد الموافقة من المجلس الخدمة اتبارات مرت بسلام إن شاء الله اليوم وإن شاء الله كل يوم تمر بسلام وأكيد لا بدناك في حالات قش تضبط وإن شاء الله تنتهي الامتحانات هذه بأقل حالات من القش وأتمنى لطلابنا التوفيق ونجاح إن شاء الله على هامش رعايته حفلة تفوق فصول الموهبة أشاد وزير التربية وزير التعليم العالي بدر العيسى بمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع واصفا إياه بالتجربة الرائدة بدوره قال مدير عام مركز صباح الأحمد عمر البناء أن المركز ينظر إلى المستقبل لينطلق نحو فتح أكاديميات عدة في كل محافظات الكويت خمسة دنانير غرامة لمن يقدم على مخالفة رمي عقاب السجائر في الشوارع من سيارته حيث قال رئيس قسم المخالفات ومراقب النظافة في فرع بلدية محافظة حوالي ناصر الغانم قال للراي أن ألقاء عقاب السجائر من السيارة ترتب عليه تحرير محضر على أن تدفع المخالفة في إدارة المرور أما المخالفات المباشرة التي تصل قيمتها إلى مئتي دينار فعادة ما يتم تحويلها إلى المحكمة للفصل فيها تباين النشاط المالي آخر جلسات الأسبوع تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد فاصل قصير أهلا بكم سوق الكويت للأوراق المالية أنهى التدولات آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع مؤشرها السعري بواقع 28 نقطة في حين انخفض الوزن بنحو نصف النقطة وكويت 15 بأربع نقاط وسبعة عشر النقطة وبلغت غيمة الأسهم المتداولة عند الأغلاق نحو 15 مليون و600 ألف دينار كويتي إلى مستوى قياسي جديد ارتفع سعر برميل النفط الكويتي دولار و22 سنة في التدولات أمس ليبلغ 43 دولار وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس التنفيذي في شركة أجيلتي للمخازن العمومية طارق سلطان كشف عن سعي الشركة إلى زيادة أرباعها التشغيلية أوضح السلطان على هامشي الجمعية العمومية لشركة أجلة تحقيق أرباح صافية بلغت 53 مليون دينار كويتي عن العام المنصر بربحية 46 فلسن للسهم الشركة حطت هدف لسنة 2020 أن توصل الإبدا لـ 800 مليون دولار هي حاليا تقريبا 300 مليون دولار أعتقد هالسنة راح تكون توصل بحروة 350 إلى 400 مليون طبعا هدف 800 مليون في سنة 2020 طبعا كل القطاعات متوقعين أنها راح تكون في تحسن ملحوظ سواء خدمات اللوجستية أو حتى خدمات البنية التحتية في جميع أنواعها صحتك في رمضان بعد هذا الفاصل صحتك في رمضان عنوان يوم صحي توعوي نظمته إدارته تعزيز الصحة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والجالية الأردنية في الكويت فيما تضمن العديد من الحلقات النقاشية حول تغذية الصائم عند الأطفال وصحة المرأة الحامل والتعامل مع الأمراض المزمنة برش الأمر ستخص أولا الأمراض المزمنة في رمضان وكيفية التعامل معها في موضوع الصيام في عندنا أيضا موضوع صيام الأطفال وصحة الأطفال في رمضان عندنا موضوع أيضا صحة الحامل والمرضع في رمضان ويصاحب هذا اليوم التوعوي معرض توعوي وإن شاء الله ستكون ما لا يقل عن 29 جهة مشاركة في هذا المعرض التوعوي هذه رسالتنا هذه رسالة الهيئة الحقيقة يعني هيئة خيرية عالمية مميزة تساهم الحقيقة حتى في تمكين المجتمعات المستهدفة من خلال الحقيقة برامج تنموية ومن خلال شراكات استراتيجية وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بإمكانية المشاركة معنا عبر أسالي فيديوهات عن صور لأية تجاوزات ترصدها كاميرات وهواتفكم المحمولة من خلال رقم الواتساب بالظاهر على الشاشة كما يمكنكم متابعاتنا عبر موقع تويتر الرأي ميديا جروب ومشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الرأي تيوب في أمان الله